بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين حلوني عباء المكانة غير المكان بس الاتنين موجودين في الخدمة المكانة يعني أنت في موقعك إيه في الكنيسة خادم مدارس أحد شماس لا رئيس شمامس المكانة واحد في مجلس الكنيسة واحد أمين خدمة واحد مسؤولة الحضانة واحد خادم كوتشنج الطائتل العنوان المكانة والمكان يعني أنت يقولك الكنيسة دي كنيسة البلد لكن دي كنيسة القارية فساعات المكان يبقى لعلاقة بالمكانة يعني الناس إيه بترتاح لما يقولك أنا بخدم في كنيسة كبيرة يسأل الله قال يعني دي هتفرق يعني فهنا الاتنين دول على فكرة من أكتر مشاكل الكنيسة دلوقتي تعالوا نقول كده إنه أكتر من خمسين في المية من الخدام أزمتهم بيدوروا على ذاتهم في الخدمة بيدوروا على مكانهم أو مكانتهم وده مش للقصد وربنا خالص كلام ده في الدنيا وارد لو أنت بتشتغل في أي مصلحة تحب بتترقى مدير فارع وبعدين مش عارف رئيس إيه وبعدين ماشي كلام ده طبيعي في الدنيا ولما المكانة بتزيد المرتب بيزيد والبريستيج بيزيد ومش عارفين في الكنيسة على فكرة ما عندناش الشغلة دي خالص المفروض بس أنا بقول المفروض لكن الواقع مش كده للأسف الواقع مليان حاجات من الأشكال بتاعت الدنيا دي وده اللي بسببه المسيح مرة قال للتلاميذ شوف رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم أما أنتم فليكون هكذا فيكم من أراد أن يكون فيكم أولا فليكون للجميع عبدا من أراد أن يكون أول الكل فليكون آخر الكل وهنا دي معناها أن الهدف من الخدمة انحرف ليه الموضوع ده مهم لو أنا مهتم لقبي أو مكاني أو مكانتي يبقى أنا فقدت تركيزي على هو أنا بخدم ليه أنا بخدم عاوز أروح السامة عاوز ألاقي حاجة أدخل بيها ربنا عاوز ربنا يقبلني ويحسبني خدام عندهم عشان بيقول حيثوما أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي يبقى أنا ضع مني الهدف تبقى مصيبة لو ضع مني الهدف يبقى مش هدخل السامة طب خليهم يسقفوا لك في الدنيا خليهم يقولوا عليك كلام كأنك أنت اللي ما حصلتش طب وبعدين ويوم ما تمسي توقف عند ربنا يقول لك أنت ملكش حساب عندي معرفكش يا ابني معرفكش لأنك كنت بتدور تبقى معروف عند الناس زيادة فاكرين لما قال اذهبوا عني لا أعرفكم هو في حاجة اسمها ربنا ما يعرفش ناس لا هو يقصد بدا من أنت مهتم قوي أنك يبقى لك مكانة في الدنيا عند الناس فقدت مكانك عندي لكن لو أنت مهتم بي أنا ترضيني أنا مكانتك محفوظ عندي واضح الفكرة ساعات تبقى البداية صح يعني الخدم يكون ابتدى فعلا عاوز يتعب لربنا وبس وعاوز يبقى نكرة مش عاوز حد يحس به لكن شوية شوية جوه العام عداه دخل له عدوة السلطة وعدوة الأسماء وعدوة الكراسي وده مرض معدي ده ده العدرة أمنا بتقول أنزل الايه الأعزاء عن الكراسي يعني اللي له كرسي مش هوقض عليه على طول فدي عدوة مزعجة ومنتشرة للأسف ولازم كخدام نبقى وعين ليها مرة لقيت شمس أنا عارف أنه صوته حلو وشمس حفظ كويس جدا وبعدين مش لابس وقف وره في الكنيسة قلت له إنت جيت متأخر ولا إيه قال لي لأ جيت باتر قلت له ملبستش ليه قال لي مش عاوز أتعود أبقى دايماً قدام فكل شوية لازم أصليلي قدس ولا قدسين محدش يحس بي ده شمس كبير وحافظ كويس قوي وصوته جميل قوي لكن هو خايف على روحه هو عاوز يختفي شوية عشان يعرف يصلي يبقى ده واضح إنه واعي لأنه مش مهتم إنه يبقى في الأول والناس تشاور عليه لا خلاص ده شغل عيال اللي بيفكر في الحاجات دي اللي فهم ربنا كويس يقول أرجع وراء خلينا أعرف أصلي من أعراض المشكلة دي بقى هنعتبرها مراد ومراد بقول لكم متفاشي يعني خمسين في المية ملططين للشغلة دي المقارنات أول عرض للموضوع ده إنك تقع في مقارنات إشمعنا خدوا فلان وعملوا أمين إشمعنا تبقى كلمة إشمعنا دي بقى أي من أسوأ الكلمات اللي تتقال في مجتمع الكنيسة إنت مالك لما يكبروا واحد إنت مالك وأنت لما أخذ تنفع خادم أساسا لنا ولا أنت كنا ننفع اللي بيقولش معنى ده على طول بيحركوا الكبرياء والغيرة والأمراض دي كلها أو إن الناس تتعامل مع الخدمة على أنها درجات يعني في مرض تاني شبه كده اسمه طبقية الخدام يعني الخدام يقفوا مع بعض إنت بتخدم فيه مدرس الأحد ويحس إنه هي لو كرام إنت بتخدم إيه أم باب رام آه ده إنتوا اللي ما فلحتوش يعني إنتوا اللي ما فلحتوش هم درس الأحد ناخد كل إخوة الرب إيه هو كلام ده لا الخدمة هي الخدمة والتعب هو التعب فتأسيم الخدمات وبتاع المكتبة بقى يحس يعيني تركه نعرف فبيخدم مكتبة يا سلام خدمة المكتبة دي بتطلع قدسين لكن تلاقي فيه طبقية شوية يعني إيه فيه نظرات كده يقولك آه ده أصله ما نفعش في الحتة دي فأخدوه هنا الأوحش والأوحش أنا بكلمكم عن أعراض المرض ده إن تلاقي فيه ناس عاوزة تتقرب من المسؤولين يتقرب من سيدنا يتقرب من أبونا عشان إيه حتى لو هو خادم عادي بس لسانه في ودن أبونا قال يعني إيه له كلمة فتلاقيه كل شوية يروح لأبونا ويقول لك أبونا قال وأبونا عاد وأبونا كلمني يا شيخ روح أنت التاني أبونا كلمك عشان يهزأك بس أنت ما قلتش كده للناس أنت قلت له أبونا كلمني فأنت فرحان بروحك عشان تفرد بس واضحة لكن فيه ناس بتبقى غاوية الشغلان هذه من الأعراض كمان أن فيه واحد يدور على الخدمة الظاهرة ويجري وراه يقول هما بيوقفوا مين يتكلم طب أنا هدخل في الخدمة اللي إيه يطلع في الآخر يقف قدام الناس كده مع أن دي أسوأ خدمة على فكرة من الأعراض أنك تبقى بتحب المديح الفارغ كلام بقى الغنى بقى المحاباء والكلام في الهوى ده ويعود يقولولك كأنك أنت يعني محصلتش وإنت غالبا كل دي أعراض لنفس المرض اللي هو سميته المكان والمكانة شغلينك أوي معين اللي مفروض يشغلك مكانك في السماء طيب التشخيص ييجي إزاي أول حاجة تشخص بيها اللي يعمل كده أو يفكر كده يبقى مش شبعان روحي يبقى مش حاسس يعني إيه بيتناول مش حاسس أن ربنا بوه هو لما يكون أبوك ربنا يفرق معاك الناس يشاوروا عليك كويس ولا وحش ده أبوك ربنا مفرقش معاك خالص تصوروا مثلا مصنع فيه عشر تلاف عامل ورئيس مجلس الإدارة عنده ولد ولد وحيد والولد ده اتعين في المصنع بس إيه بدرجة موظف عادي فيه فوق دماغه ورئيس قسمه ورئيس شعبة ومش عارف مدير إيه بس هو لسه مبتدأ تفتكروا الود ده يغير من كل المديرين بتوعه هو رئيس مجلس الإدارة نفسه أبوه فعمره ما هيفكر في أنه طمعان في مكانه هو قريدي في البيت بقى الكبير قوي ده تعانى بقى فلأنه شبعان ما وعش في الكلام الصغير ده خالص ولقي هم يكلف بعضه هو يتفرج عليهم يغلابة أنا بقى روح لأبويا في أي وقت أنتوا تتخنقوا على إيه أنا مكاني مش في المصنع حين أنا مكاني في البيت بقى بني وبين أبويا كلام كتير قوي التشخيص أو يعني عشان تعالج كمان نفسك فكر نفسك أنك ابن ربنا وفكر نفسك أن مكانك الحقيقي في السم فاللي بيجري على مكان ومكانة في الدنيا ممكن يكون بيفقد مكانه في السم أحكي لكم حكاية لذيذة عن القصة دي يحكي في زمن القديس الأنبى بخوميوس أنبى بخوميوس ده كان في القرن الرابع فالأنبى بخوميوس من اتضاعه كان عنده كذا ألف راهب وما رضيش يبقى كاهن فضل راهب زيه تدرجة القديس أساناسيوس مرة نزل للصعيد كان عاوز يرسمه أسيس أسيس راهب يعني عشان قبل برية كلها مرضىش يقبل فقال لهم طب روحوا أقولوا لأبوكه بخوميوس يعني أبوك أساناسيوس بيقبل إيديك يعني فأنبى بخوميوس في زمنه طلعوا شوية رهبان ببدعم ففيه راهب الشيطان بقى يحركه ويعلم غلط وعمل دير لوحده وابتدى يدعي صنع المعجزات والعجايب والشيطان مغزيه عشان يكسر رهبانة أمبى بخوميوس ففي الصعيد الكلام ففي مرة راهب من ولاد أمبى بخوميوس قابل راهب من ولاد الجدع التاني طبع الشيطان ده فقام التاني يقول له إيه روح لأبوك بخوميوس قل له أبويا اللي هو الوحش يعني بيقول له بخوميوس بتاعكم تعالوا نقف عند النيل واللي يعدي ماشي على مية النيل يبقى هو الصح والرهبان كلها تمشي وراء الراهب اتخضم الكلام أحس الكلام إيه ده برضو يعني تحدي مش سهل فجري على أبوه أمبى بخوميوس قال له يا أبويا أبونا التاني ده اللي ساب الكنيسة ده بيقول لو قدسك تروح عند النيل ويروح جنبك ويشوفه مين اللي يمشي عن النيل عند المية كده زي ما المسيح مش واللي يعمل كده الناس كلها تمشي وراي بهو الصح فراح بصوا بقى أمبى بخوميوس يقول له ايه قال له روح قول له يا ابني بخوميوس الغلبان مجغول يعدي نار جهنم فمش مجغول يعدي مية النيل فقال له يا أبي أنا فهمت الرسالة لكن أنا عندي سؤال هو ممكن الجدع ده يمشي من فوق مية النيل قال له ممكن الشيطان يخليه يعمل كده عشان يضل للناس لكن احنا يا ابني ما بندورش على الحاجات دي ما بندورش ان الناس تسقف احنا خايفين على أبديتنا احنا خلينا في ألالينا نصلي ونتوب عشان ندخل السامن لكن الاستعراض بتاعهم ده ده يودي جهنم تفهمتوا الفكرة ماشي ازاي هو مرضاش يروح ليه لأنه ميحبش الكرامة ولا الهيصة ولا الكلام ده هو كل اللي شغله بخوميوس عاوز يعدي نار جهنم يعني كل اللي شغله توبته وخلاص نفسه فيه مضاعفات بقى المرض ده لما ينتشر في الكنيس أنا بقول انه منتشر خلي بالكم ولازم نخاف منه لأنه مرض مؤذن تلاقي فيه ناس بقى تحصل ايه تقفش وتزعل وتسيب الخدمة ليه لأنه ما قدروهوش كفاية ما حطوهوش في المكان اللي هو متوقعه ما قالوش فيه كلمتين الحلوين قدام كل الناس ما هو اللي داخل عاوز مكان أو مكان مستني طول الوقت كده فتلاقيه بقى يأفش ويزعل ويمشي لو خدم بيحب ربنا ولا يفرق معاه جابو سيرته ما جابوش سيرته هزقوه ماشي مدحوه ماشي هو عاوز يتعب عاوز يشتغل عند ربنا من المضاعفات الغيرة تدخل بقى تلاقي كل واحد بيغير متاني وبياكل في قلبه كده وليه فلان عمل طب هو اتكلم وانا ما قلتش رأيه خده برأيه وما خدوش برأيه انا نسيوني ذكر ابونا اسمه في المثل اللي قاله ما ذكرنيش انا والقبروشية دي بتعمل ودي بتعمل وما درس الاحد بيعمله والكشفة بيعمله والالحم بيعمله وتلاقي الشيطان عمال يسقف للكنيسة كلها عسنا بتاكل في بعض وكل ده على ايه على قولة المكان والمكان من المضاعفات التحذب بقى بتقلب اسوأ من كده انه يبقى شلل جوه الكنيسة بقى مجموعات وفرق متصارعة اللي المسيح علمنا نبقى اخوات في بعضه واعضاء في جسد واحد توصل ان احنا مش طيقين بعض يدخل سوق الزن ان كل واحد بقى متحفز ومتخيل التاني ده بيعمله مؤمرة روح الادانة تعلى جدا يبقى كل واحد عمال يعيب في التاني التشكيك في المسؤولين يوم ابونا القسقف يختار حد ما تلاقي بقى نفضل نغلط بقى نغلط ونقول كلام خيبان بحد تتعرف ابونا اختاره عشان ايه لازم ابونا برضو له ناس ناس كلام الوحز ده يطلع كله ليه لان انت بتدور على مكانتك فعشان بتدور على المكان عملت تتهم كل الناس باللخبطة دي كلها كل ده بقى يتغطى بغطاء ساعات شيك من بر والواحد ما بيحبش يشوف غلطه فتلاقيه يغطي على غلطه بحاجات زي ايه واحد يقول لك لا انا خايف اخدم انا مش قد الخدمة وبعدين لو دخلته خدمة تقول لك انتوا مستقلين بيا تحطوني في الخدمة دي الله مش انت كنت بتقول انا مش قد الخدمة ما لك يا عم او ساعات تلاقي واحد يستعرض عضلاته كده يحب يقول كلام يخلي الناس تبصله كده كأنه بيفهم ففي واحد خدم يقعد في قادة كده يقول لك اصلا اسانسوس قال ايه عم انت هتفرد علينا ما اسانسوس موجود في الكتب وكلنا ممكن نقرأ يعني لكن حطها كده بطريقة استعراضية شوي ما تخليك ساكت ما كلنا يعني ممكن نقرأ زيك ونبقى زيك ساعات فيه ناس تتشنق وتقول لك امانة التعليم سلامة التعليم الارثوذكسي وهو قصد يطيح بالناس كلها عشان يتربع على الكرسي فتلاقي اي حد هيظهر يدي له تهمة كده من اياهم عشان يطيروا ويقعد هو الوحيد اللي يشتغل في الكنيسة ويسيطر العلاج ايه احبائي خلينا نقول كلنا فينا حتة محدش فينا يخلو من الزات كلنا لسه بنحب الكرامة ونحب المكانة مبتدئين برضو اول علاج مهم هنسمعه بكرة بالحاح بقى ده الموضوع ده مناسب جدا للصوم ليه كنيستنا زكية جدا بكرة في انجيل حد الرفاع هيتكرر علينا ثلاث مرات كلمة ايه الخفاء لما تصلي تصلي في قطك محدش يشوفك ولما تعمل صدقة اعملها بينك وبين ابوك ولما تصوم اخسل وشك عشان يكون في ايه في الخفاء وابيك الذي يرى في الخفاء يجازك فجاء ثلاث مرات في اتنين يعني ست مرات بكرة وانا بنصلي سوا هنا عدوا معايا كلمة الخفاء هتيجي كم مر ست مرات في فصل واحد الخفاء 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 ليه اللي فعلا عاوز يتفادى المكانة يدور يستخبى شوي طب يستخبى ازاي وهو له مسؤولية وما له يعمل عليه وبعدين يصدر ناس تاني يمدح ناس تاني يكبر ناس تاني فما يبقاش فارق معايا يتقال هو اللي عمل خلاص دي مش عاوز يضيع تعبه هو واعي فاهم كويس ان الحكاية تبقى خيبة لو ضع تعبه بعد ده كله تاني حاجة تعالج المكانة والمكان المتكع الاخير انه يبقى ما يحبش يقف في الاول ما يحبش يباني قوي ينجز ويتعب لكن يفرح لما يتنسي لانه عاوز يبقى وارا مش عاوز يبقى قدام محبة النصيب الاصغر يسموها في الرهبانة حبش النصيب الاصغر حب النصيب الاصغر ساعات بيبع عندنا امناء خدمة في القنبابرام بقى لهم عشرين سنة يجي يقول لي بص يا ابونا انا كبرت ممكن ارجع خادم زي اول يوم من عشرين سنة ادخل ادور بيت وصلي معاهم وافكر في حالهم وسبني بقى من الاداريات والزحمة والغلب ده كل انا جبعت كلام منت انا عاوز ازور الغلبان اللي هيدخلني السام مش عاوز الدوشة دي كلها ابصله باعجاب اقول هو ده اللي فهم صح ان هي الاداريات دي واجع قلب في الاخر صحيح مسئولية وامانة وتدبير لكن كمان هي بركة الخدمة اكتر في زيارة الغلبان في الرحمة نفسها من العلاجات التلمزة المستمر الشخص اللي عاوز يهرب من مرض المكانة ده والعظمة في الخدمة والسلطة والكراسي والكلام ده يعيش طول عمره تلميذي يتعلم يبص لكل خادم وكل مخدوم يتعلم منه حاجة محسش انك منه قدم وفاهم يبقى مش محتاج يتعلم لا احنا هنعيش نتعلم مش يقولوا كده المثال يعيش المعلم يتعلم تم احنا كده مهما الواحد كبر لسه في ناس كتير حوالي نحسن مننا كتير والمخدوم نفسه الغلبان ده احسن مني ومنك في العلاق كمان اللي يصلي كويس الامور دي ما تستهويهوش اللي يجبع بالقداس واللي يحب الإنجيل والوعزة واللي يقرأ كتاب روحي واللي مشغول بصلاة يسوع واللي مشغول بقلب وينضف عملية بقى المديح والكرامة والمراكز ده كلام صغير ما يستهويهوش اللي يستهويهوك كلام ده يبقى مش بيصلي كويس يفضل كمان فاكر ان سلامة الخدمة اهمة من إنجازات خلي بالكو المرض ده قولنا يعمل شيعة وحزب وفرق وغلب مش كده المتواضع يحرق ده كله ليه لانه يهم كل الناس تحب بعض فما يهموش هو يبقى خالص المحبة اهم فمن اجل سلامة الخدمة يتنازل عن مكانته ويرجع الور كمان من الامور اللي اتعالج المرض ده فكرة ده ينونة يعني ايه انا ممكن امشي النهار ده مش كده اي واحد فينا يقضى ممكن يمشي دلوقتي طيب لما تمشي هيفتكروك سبوع واتنين ويتحصروا عليك شويتين ويكتبوا فيك كلمتين وبعد كده يحصل ايه الدنيا هتمشي وحضرتك محدش هيفتكرك ولا يجيب سيرتك لما تكون مين مش كده كما كان هكذا يكون طيب اللي هيعود لك بقى اللي بينك وبين ربين مش هيعود لك خالص مكانتك بقى واسمك ولقبك ولا كلام فارغ زكاد اللي هيعود لك شوية التعب اللي تعبتوا الربين وقلبك الحلو مع ربنا وخدمتك للغلابة اللي محدش شافها هو ده بقى اللي أعيد لك بقى فما تروح السامة تلاقيه لك مكانة محدش قرب منها بقى فحاسب فكرة داينونة يحميك من المرض دا فكرة داينونة يحميك من المرض دا كان الدكتور صروت باسيلي وده كان محب للفقرة فعلا يعني كان كتير ما يقول الشاطر اللي يضحك في الآخر فيسأله بتقى يعني يضحك في الآخر يقول يعني على باب السماء هيدحك لما يلاقي المسيح محضر له مكان ولا هتبقى وعايته سودة لما يكتشف انه مالوش مكان في السماء فالراجل دا كان دايما نموت قدام عنه كان في ناس حلوة في كل جيل محبين جدا للخدمات يبقى هنا فكرة داينونة يحميك انك تحط انك هتقف قدام ربنا دا يخليك ما تهتمش أبدا بكلام الناس عليك أخيرا أقول ايه زي ما ابتدنا في تيموساوس جاهد انك تحب ربنا والناس أكتر من المركز والفلوس أقولها تاني جاهد تحب ربنا والناس أكتر من المركز والفلوس تبقى انت ماشي صح جاهد جهاد الإيمان الحسن اتعب شوي اتعب مع أفكارك اتعب مع مشاعرك دوس على نفسك شوي الغي نفسك شوي اركن نفسك شوي قدم الناس عليك كبر الناس حواليك لو عملت دا كله تبقى بتعالج نفسك وبتأمن أبديتك لكن الخدمة على الأرض عاوزها تواضع بجد مش عاوزة منظرة لإلهنا كل ما جذكره من أبدي موسيقى